والله الرحمن الرحيم هنتكلم عن المخادرة التانية في موضوع التدريب والتنمية البشرية وهي علوانها التنمية الإدارية هنتكلم عن التنمية الإدارية للمديرين وخاصة في شركات متعددة الجنسيات المقصود بالتنمية الإدارية عملية واعية ومخططة من الزمد المكية تأشيرها تهدف إلى التغيير كل الأنشطة اللازمة لاختيار وتهيئة المديرين وإكسبهم أهرات وقدرات والاتجاهات التي تؤهلهم لأداء عملهم تريق أفضل من أجل نقض الموظمة إلى وضع أفضل لتحقيق النجاح والأداء التنافسي طبعا في فرق بين التنمية الإدارية والثقافة الإدارية الثقافة الإدارية بتعني ماذا نعرف ما هوت أما التنمية الإدارية فبتعني لماذا نعرف ما هوعي هل في علاقة بين السراتيجية العامة للنظام والتنمية الإدارية طبعا هناك علاقة كبيرة جدا بين النظام التدريبي وربط العملية التدريبية بأغراض وأنشطة المنظمة وبالتالي كلها ساعد هناك علاقة بين التدريب والسراتيجية المنظمة كلها ساعد على تحقيق فعالية الأداء طيب السراتيجية المنظمة عديدة في السراتيجية نمو والاستقرار والانكماش والتمييز وخفض التكلفات هل يطار السراتيجية التدريب واحدة في كل هذه السراتيجية ولكنها نلاحظ أنها تختلف في كل نوع من أنواع هذه السراتيجية في شكل موضح أيها في هذا الشكل الألاقة بين المنظمة الاستراتيجيات والمجالات التدريبية في استراتيجية التركيز بيتم الاهتمام بزيادة الحصة السوقية وتقفيل التكاليف وبالتالي المهارات المطلوبة مهارات بناء فرق العمل التدريب برامج المهارات والعلاقات الشخصية التدريب على رأس العمل طيب في حالة النمو الداخلي اللي هو بيشمل تنمية السوق تنمية المنطق الابتكار المشروعات المشاركة اللي طبعاً بتطلب التدريب الثقافي برامج الابتكار والتطوير تنمية القدرات الفنية برامج التفاوض وحل نزاعات العمل طيب في حالة النمو الخريقي اللي هو بيشمل التحالفات والاندماجات وما إلى ذلك طيب هنا بيتم الاهتمام الاهتمام بفرق العمل الاهتمام بدراسة الثقافات البلاد المتغيرة وإلى آخره طيب في حالة الانكماش في الانكماش ويتم تقفيد حجم النظام التحول إلى أنشطة أخرى ففي هذه الحالة نحتجيها عدة دورات تدريبية للمديرين في التحفيز ودارة الوقت والقيادة والاتصالات فهنا الشكل هذا أيضا بيوضح العلاقة بين رسالة النظام وأهدفها والسرطيتها الأداء الحالي الأداء المرغوب الفقوة التدريبية وبالتالي ما هي البرامج لسد هذه الفقوة التدريبية طبعا هل فيما علاقة بين التدريب والتنمية الإدارية والميزة التنافسية لمنظمة بشكل دراسات أثبتت أن هناك علاقة بين التدريب والاستثمار في التدريب والاستثمار في التنمية الإدارية والميزة التنافسية التي تحققها المنظمة تعددت النماذج الخاصة بالتنمية الإدارية هنأخذ يمكن نموذجين نموذج يسمى نموذج التفاعلي للتنمية الإدارية ويرقز هذا النموذج على التفاعل بين خصائص تطوير الأفراد وخصائص المنظمة وبالتالي النتائج المطلوبة للأفراد والنتائج المطلوبة للمنظمة نموذج التعامل الإدارية الاستراتيجية فهذا النموذج يوضح العلاقة بين التنمية الإدارية الشملة وخطة التطوير الزاتية وخطة التطوير التنظيمي ووضح هنا التنمية الإدارية الاستراتيجية العلاقة بينها بين التطوير التنظيمي تنميل إدارية الاستراتيجية خطة التطور الزاتي خطة التنميل الإدارية الشاملة للمناصمة طيب ما هي أسليب التنميل الإدارية؟ بصفة عامة في معظم الشركات وخاصة في الشركات متعددة جنسيات تتعدد أسليب التنميل الإدارية التنميل الإدارية في بيئة العمل التنميل الإدارية خارج بيئة العمل ويتطلب أن التدريبين يرسلوا إلى شركات أو منظمات متخصصة في التدريب وبالتالي يختلف أسليب بالتدريب خارج العمل عن داخل العمل أسليب أخرى بقى للتنمية الإدارية زي إرسال المدني في مهمة دولية زيارات العمل أو زيارات التمهيدية في البلد الماضيف أسلوب المحاكاة الثقافية كل الأسليب السابقة تهتم بتدريب المديريين على ابتساب عديد من المهارات هو منها التوجه العالمي معنى كيف يكون مدير زي تفكير علامي يفهم أن العالم يتغير بسرعة ويطلب أن يقوم التفكير عالميا بمعنى كيف يفكر عالميا ولكن يتصرف في ضوء ظروف البلد التي يعمل فيها القدرة للتعامل مع أفراد زي ثقافات متنوعة تفكير الاستراتيجي القدرة على إدارة التغيير القدرة على إيجاد وتكوين أنظمة للتعلم وتغيير المنظمات الإبداع وتحفيز العمليين مهارات التفاوض الفهم للثقافات المختلفة ثم الأربع مستويات رئيسية للتقييم طبعا نتكلم عن تقييم التدريب وده وعصبها جدا في برامج التدريبية فكيف نقايم برامج التدريب الخاصة بالتنمية الإدارية هناك عدة مستويات مستوى الأول تعرف على دول أفعال التدريب نحو البرامج مستوى السياحة قياس ما اكتسبه ونتدرب من معارف ومهارات باستخدام الاختبارات قبل وبعض برنامج مستوى الثالث تعرف على تأثير التدريب على سلوك المتدرب بعد عوداتي للعمل لمعرفة مدى التقدم في العمل قياس مستوى الرابع قياس نتائج الأتاء التنظيم وإستدل العليم الخلال العديد بين مؤشرات الكمية والنوعية أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته